اشتركوا في القناة جاء رجل غيره فذات يوم زوجها قادم ويخارجها ورجل خارج من بيتها فظن بها زوجها السوء فلما ظن بها السوء نفت عن نفسها ما اتهمها به فنشأ نزاع بين أبيها وبين زوجها فقبل أن يحتك ما إلى أحد كهنة العرب كاهن كان في اليمن فقبل أن يخرج أبوها عتبة قال له يا ابنتي لا حاجة لأن تفضحيني بين الناس إن كان ثمت عمر فأخبريني فبينت لأبيها أن شيئا مما قاله زوجها لم يحدث فخرج زوجها وأبوها وبعض قومها وذهبوا إلى الكاهن اختبروا الكاهن قبل أن يصلوا إليه ثم صفت كاهن مع النساء فأخذ الكاهن يمشي ويقول لكل أحد قومي أنت فلانا قومي كذا قومي كذا حتى وصل إلى هند فقال قومي لست ببغي ولا زانية تلدين ملكا يقال له معاوية قومي لست ببغي ولا زانية تلدين ملكا يقال له معاوية فقام زوجها تشبث بها قالت هيهاد ليس إليك يعني يولد لمعاوية لكن ليس منك وأجبرته أن يطلقها فطلقها فتزوجها أبو سفيان وأنجب منها معاوية رضي الله عنه الذي أصبح بعد ذلك ملكا كما قال ذلك ملكا لكن هذا باب شر عظيم لأنهم يأخذون الناس عن الدين ويأتون بقول صادق واحد يجمعون له ومعه كثيرا من الأباطئ ويجمعون معه كثيرا من الأباطئ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا وصدقه فقد كفر بما أنزل على محبدا